أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن موافقة صندوق النقد على المراجعة سالثة تعد شهادة ثقة في برنامج الحكومة وخلال ترأسه اجتماع الحكومة بمقره في مدينة العالمين الجديدة قال مدبولي أن الحكومة استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي وبدأت العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغطات الاقتصادية والظروف الخارجية التي أصبحت غير مواتية وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل أعباء الدين للناتج المحلي كما أكد مدبولي على مواصلة الحكومة بجميع أجهزتها وجهاتها المعنية العمل على متابعة توفر السلع في الأسواق وضبط الأسعار وضرورة استمرار العمل على استقرار الأسواق وتحقيق الانخفاضات في الأسعار وهو ما يسهم في انخفاض معدلات التضخم